لم تكتفي إيران بتواجدها البري الكبير في سوريا وإنما أرادت أن تمشي على خطى روسيا من خلال إقامة قاعدة عسكرية بحرية في سوريا رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية محمد باقري وأثناء مؤتمر لقادة القوات البحرية في الجيش الإيراني دعا لبحث المشروع مبررا حاجة الأساطيل الإيرانية لقواعد بعيدة باعتبار القواعد العسكرية البحرية في سوريا واليمن أهم من مشروع الطاقة النووية المستمر منذ سنوات بحسب وصفه تلك المساعي الإيرانية المعلنة جاءت بعد أن استولت القوات الروسية على مصفات بانياس قرب مدينة طرطوس بحسب ما كشفته وكالة آكي للأنباء الإيطالية المصفات التي تعتبر الأكبر في سوريا تنازل عنها النظام عبر إخلائه بناء إداريا من جميع موظفيه ومحتوياته وتسليمه للروس الذين يقومون بالإضافة إلى مهامهم العسكرية بالإشراف على كل ما يتعلق بالمصفات وتشغيلها وإيراداتها وخطط عملها كما أكدت الوكالة الإيطالية أن الشركة السورية لنقل النفط باتت مرتبطة بالقرار الروسي ولا يحق لها التصرف دون إذن خطي مسبق من الروس